اشتركوا في القناة 18 يناير إلى 11 فبراير 2024 وسبق لواليدا رجراجي انكد بصريح العبارة أن المهاجم الأول بالنسبة له هو يوسف انصير ليظل مكانين شاغرين بالنسبة للمهاجم الصريح في قائمة المنتخب المغربي ومن المرتقب أن يتم استدعى مهاجم نادي جينيت البلجيك طارق السودالي ومهاجم نادي أولمبيا كوس اليوناني أيوب الكعبي فيما سيتم استبعاد عبد الرزاق حمد الله من القائمة على الرغم من تألقه الأخير في مبارة النصر السعودي